موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصل اللهم وسلم وبارك على النعمة المهداة والرحمة المزداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السنوات الثلاث العجاف التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب أبي طالب وقد حوصروا حصارا أليما شديدا يشاء الله عز وجل أن يفك عنهم هذا الحصار يشاء الله تبارك وتعالى لمن يتقي ربه أن يؤتيه الفرج من حيث لا يحتسب فك الحصار مزقة الصحيفة ولكن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحصار لا ليستسلم لا لياركن لا ليقعد في بيته منزويا في رقم من أركان هذا البيت ولكن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليواصل طريقه ليسير في هذا الطريق الذي رسمه ربنا تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله ويشاء الله تبارك وتعالى أن يفقد رسول الله في هذه المدة سنديه الأرضيين عمه أبو طالب وزوجه الراشدة العاقلة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها يشاء الله تبارك وتعالى أن يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفراقهما وليس ذلك عيبا ولا نقصا في شخصيته بل هذا من كمال شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحزن لفراق أحبته وهو يتألم لفراق شريكته وأم أولاده خديجة رضي الله عنها وأرضاها ويحزن لفراق عمه الذي كان يحوطه ويمنعه ويناصره يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أن أدرك أن مكة لم تعد أرضا خصبة للدعوة خلاص قريش ما كانت تجرؤ على رسول الله بمثل ما أصبحت تجرؤ عليه بعد وفاة عمه اشتد غضبها اشتد تضييقها على المسلمين فلم يكد في هذه المرحلة يدخل في الإسلام أحد إلا نفر من خارج مكة من نزاع القبائل أيها الإخوة الأحباب لكن في هذه المرحلة والمراحل التي قبلها الله جل وعلا كان يزود نبيه بجرعات الأمل جرعات الأمل التي تبعث في القلب فسحة وتجعل الرجل ينشط وتزداد همته لأنه يعلم أن هذا الطريق مآله إلى النجاح في الدنيا وفي الآخرة قال له الله تبارك وتعالى وهو في مكة جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب قال له ربي سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين يا محمد أما وعد الله بأن ينصر هذا الدين فهو وعد صادق واقع لا محالة سبيلك يا محمد فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا عندما تحدث أو يبلغ الرسل إلى هذه المرحلة من محاولة الإخراج من الأرض محاولة النفي من الأرض قال الله تبارك وتعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد هذه جرعات الأمل اللي ازرحها القرآن الكريم في مكة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفوس أصحابه هي جزء من ما كان يستعين به رسول الله صلى الله عليه وسلم على صعوبة الطريق أيها الأحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفكر بأن يخرج بهذه الدعوة من مكة خلاص مكة أصبحت أرضا جحودا أرضا لا تقر لمسلم أن يعلن فوقها شهادة التوحيد يفكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض قريبة من مكة وهي أرض سكانها من العرب الأقحاح هي الطائف اللي كانت بعيدة على مكة بحوالي تقريبا مئة كيلومتر تزيد أو تنقص قليلا بستين ميل الطائف هذه أرض خصبة وفيها يتقاسم السلطة طرفان بن مالك والأحلاف الأحلاف هذا هذا قابلتين في زوج في اثنين كان وضعاف فكل طرف دخل في حلف مع طرف خارجي على ليؤمن منطقة الطائف بن مالك تحالف مع هوازن والأحلاف تحالف مع قريش ما كانش كان سلطة مركزية وهؤلاء من العرب الأقحاح وكانت في هذه المنطقة هذه المنطقة كانت تصلح أن تكون قاعدة بديلة للدعوة عن مكة لماذا؟ لأن ربما قريش ربما أقول ربما تقبل أن يكون غريمها رجل من العرب أو قبيلة من العرب لكن لا تقبل أن يكون الغريم أو من يتبنى هذا الدين قبيلة من خارج العرب كالأحباش مثلا ثم إن العرب كانت تستثيرهم مظاهر المظلومية فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى قبيلة الأحلاف بني عمر بن عامر لعله يجد عندهم آذانا صاغية فإما فربما يتأثرون لحاله ربما يتبنون قضيته فيشكلنا ضغطا على حليفهم لهو قريش ولا عجب قد يقول إنسان كيف رح مباشرة إلى الأحلاف وما رحش لغيرهم لأن أيها الإخوة الأحباب عندما تضغط على الحلف من الداخل أفضل من أن تضغط عليه من الخارج ونحن شفنا أيها الإخوة الكرام بأن الناس الذين مزقوا الصحيفة صحيفة الظلم والعار كانوا من داخل ملأ مكة من داخل قريش فقريش لما يجيها الخطر من الداخل فإنها تحاول قدر الإمكان أن تحافظ على تماسكها وتحافظ على توازناتها فربما هادنت الدعوة الإسلامية تحت ضغط داخلي يتجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى الطائف بدون دابة على قدميه وأخذ معه غلامه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه إذن تخيلوا معايا أيها الإخوة الأحباب يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا يخرج على قدميه لأنه لو رآه الناس يركب دابة فشئ طبيعي فإنهم سيظنون أنه مسافر لكن إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على قدميه ومعه غلامه زيد بن حارثة فلا تذهب بهم الظنون إلى السفر لأنه قريش إذا رأت أن محمدا يريد أن يخرج من مكة ربما ضيقت عليه ربما أمسكته ولم تتركه يخرج ربما ربما فالنبي صلى الله عليه وسلم كعادته يخطط لحركته يخطط لدعوته يخطط لخطواته التي يريد أن يسلك بها طريقه إلى الله عز وجل أيها الأحباب يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يزيل كل الشكوك التي يمكن أن تثار حوله يخرج ماشيا ويخرج في الأوقات التي كانت قريش فيها كانوا نياما ويأخذ معه غلامه مدش معها أبو بكر الصديق مدش معه مجموعة من الصحابة حتى لا يظن أحد أنه يريد أن يكون على سفر أو يريد أن يسير بعيدا عن مكة معه غلام ويقضي صالحة ويقضي حاجة من حوائجه قريبا من مكة وفعلا استطاع رسول الله التعمية على قريش ووصل إلى الطائف طبعا الطائف أيها الأحباب عندها أبواب وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي البيوت من أبوابها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخاطب قوما خاطب هؤلاء القوم أو هذه القبيلة عن طريق ساداتها فاتجه مباشرة عليه الصلاة والسلام إلى عبد يليل وحبيب ابني عمر ابن أبي عامر هذا كان سادات الأحلاف يومئذ حبيب ومسعود وعبد يليل أبناء عمر اتجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم قضيته وطلب منهم أن ينصروه ليبلغ عن الله تبارك وتعالى وقال لهم إن الله قد بعثني بكتابه وأمرني أن أدعو إليه ولكن قريشا منعوني ورفضوا أن أبلغ دعوة ربي عز وجل فجئت إليكم أطلب أن تمنعوني حتى أبلغ عن الله لاحظوا معي أيها الإخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا إلى الطائف يطلب النصرة يطلب إن صح التعبير جوارا لدعوته يطلب حماية له ليبلغ دعوته إلى الله تبارك وتعالى السؤال المطروح هل كان رسول الله يطمع في ذلك نعم لأنه فعلا حدث ذلك في مكة أين قام أبو طالب بدافع الحمية القبلية وقامت بن هاشم بتشكيل حماية للنبي صلى الله عليه وسلم وصبرت مع النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنوات على الأذى وعلى الكلام وعلى الإساءات وعلى البذاءات من بطون قريش ووفرت بن هاشم فعلا حماية للنبي صلى الله عليه وسلم دون مقابل فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجد حماية عند ثقيف عند أهل الطائف وخاصة بني عمر بن عامر أن يجد لديهم الحماية ليبلغ عن الله تبارك وتعالى لينشر رسالة الله تبارك وتعالى في الأفاق أما أحد هؤلاء الثلاثة فقال إن كان الله قد أرسلك يعني نوع من أنواع الاستهزاء وقال الثاني إن كان الله قد أرسلك إن كنت رسولا حقا فأنا أحقر من أن أخاطب رسولا وإن لم تكن كذلك فأنا أكرم من أن أكلمك فأنت كذاب أو كما قال في كلامه وقال الآخر ثالثهم ألم يجد الله غيرك ليبعث رسولا انظر للمنطق انتع هؤلاء المشركين منطقهم في التعامل لا ينظرون إلى رسالة الإسلام كرسالة ولذلك دائما السفهاء من الناس إذا أرادوا أن يهربوا وأن يتملصوا من الاستماع لصوت الحق من الاستماع لقوة الحق الذي هو في صميم هذه الرسالة يتحججون بحجج ألم يجد الله غيرك إن كنت رسولا فأنا أحقر من أن أكلمك يعني ما دخل هذا في صدق الرسالة أو كذبها استمع أنصت إلى هذا الرسول أنصت إلى دعوته ثم بعد ذلك أحكم انظر إلى صاحب هذه الدعوة هل هو صادق في تمثيل ما يقوله أم هو مناقض للكلام الذي يقوله هذا زوج هم المعايير قوة الرسالة التي يحملها صاحبها وصدق تمثيل صاحب هذه الرسالة والانسجام مع ما يقول هذا زوج ينبغي أن ينظر إليهم الإنسان في أي دعوة تعرض عليه أيها الأحباب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أما إذ قلتم ما قلتم فاكتموا عني يعني مدام ما قبلتوش الرسالة انتعي مدام ما قبلتوش الدعوة انتعي اكتموا عني وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام يدخل على ساداتي الطائف لعله يجد آذانا صاغية ولكن مع الأسف الشديد صمت آذانهم غلفت قلوبهم بران فلا يستمعون لهذا الحديث ولا يعون النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يكتموا لماذا؟ هل كتموا فعلا؟ كيف تصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاء مقبل بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر